أنا مش هتكلم على موضوع منو الجوزي خالص وحسام غالي لكن هتكلم الأسبوع اللي جاي لأن ما حدث من منو الجوزي مع حسام غالي يفرق كتير على ما حدث من شكبالة مع كابتن حسن شحات يمكن موضوع حسام غالي في الغرف المغلقة لكن موضوع شكبالة على مرأة ومسمع من العالم كله لكن نحن في عالم احتراف تعاقب من تعاقب النادي أم تعاقب اللاعب شكبالة أو حسام غالي ما شاء الله ربنا يزيدهم كل واحد عقده الشوء الفلاني أخص منه نص عقده لكن كان ده ممكن يكلف النادي الأهلي الخروج من بطولة إفريقيا وأنا أعتقد بعد ربنا سبحانه وتعالى على المنو الجوزي محمد أبو تريكا في تونس الجن بتاعي لتنين وتسعين دقيقة وكان ماشي وكان بيسأل حسام البدري هما مش هيجددولي محدش يكلمني في تجديد فماشاء الله أبو تريكا قعده دبسنا فيه سبع سنين تانين ولا ست سنين وإنه بادي لكن الحمد لله هو اختصر الموضوع لإنه أفلس وهو مفلس من زمان واللي قاله كابتن طه النهاردة وكابتن عصام وكابتن زاكرية اللي أنا قلته من سنين طويلة وهو بيكسب وهو بيكسب مش من دلوقتي ماينفعشي وبعدين السيد مانو الجوزي قال إن أنا أضفت للكرة المصرية لا الكرة المصرية اللي أضفت لك والنادي الأهلي اللي أضف لك بدليل أنت عندك حاجة وستين سنة سبعة وستين سنة ولا تمانية وستين سنة يعني بقى لك سبعة ستمان سنين في النادي الأهلي ولا واتفر هاتي الستين سنة من مساعة ما بطلت الكرة وأنت عندك مثلا تلاتين هاتي التلاتين سنة بتقعك اللي أنت اشتغلتهم في التدريب ماذا فعلت في كرة القدم في العالم كله رحت فشلت في اتحاد جدة وحبت تعمل اللي عملت في حسام غالي ومجلس الإدارة لا يسمع ولا يقع ولا يرى ولا مش عارف ايه اتحسبت مظبوط من اعلامه من الجماهير ومن مجلس الإدارة رحت قلت له منك في النادي الاتحاد هتولي وهتولي وهتولي لعيبة قالك لا يا حبيبي ما ينفعش احنا جايبينك ليه لكن انت في النادي الاهلي ما شاء الله سبعين لعيب على مدار سبعة تمنى تسعة سنة سبعين لعيب وانا هعمل لك حلقة خاصة وحاجيب مقاله حسام كابتن عصام كابتن طه وزكريا نصف ده ده يعني يعني لان التاريخ ما بيغلطش وصوت والصورة ما بيغلطوش لكن رغم انه اسعدني ما قالوا اساد زيتنا الكبار لكن ما احزنني ان بحجم كابتن طه وحجم كابتن عصام عبد المنعم ما تقالش الكلام ده من بدري كان لازم يتقال خاصة الكابتن عصام لان الكابتن عصام كابتن طه راجل يعني راجل محترم ورجل كلنا هو كابتن عصام طبعا لكن الكابتن عصام عنده الجرء عن الكابتن طه ويمكن الكابتن طه اتكلم قبل كده في احدى المباريات من والجزي طلب ان كابتن طه يمشي من قناة الاهل زي ما ماشي كده كابتن محمود بكر وانا اول مرة اقولها انا عندي معلومة مؤكدة من شهر ونص ان النادي الاهل بيدور على مدرب عشان مش هيجدد مع منه والجزي ورغم هذه المعلومة ما قلتش للامانة للقل المعلومة لكن نرجع في الاخر رغم اختلاف الكل والجزء مع هذا الرجل لكن لما تيجي تحسب التاريخ هذا الرجل اضاف بطولات جاب حاجة وعشرين بطولة للنادي الاهلي واي حد في مكانه كان هيجيبهم حنبولة مات لو جابوا حارس كان هيعمل نفس البطولات فضى اندية مصر كلها صرف فلوس النادي الاهلي كلها اقوى اعلام مجلس ادارة فاتح ايديه ما قدرش اقول حاجة تانية بيدفعوا عنه على الباطل وعلى المش عارف ايه بيدفعوا عنه لكن يكفيني فخرا ان انا الوحيد اللي كنت بقول الكلام ده في مصر كلها اللي قاله كابتن طه واللي قاله كابتن عصام وقاله زكريا ناصف بس كنت اتمنى ان هذا الكلام يقال ومن الجزء بيكسب وبيلعب في النادي الاهلي انا اقول لكم حاجة واحدة من اللي قالوها النهاردة لحد ما اجيب لكم اللي قالوه قالك التلاتة اللي جايبهم اللي بياخدوا ستة وتلاتين الف يورو ولا ستة واربعين الف يورو ماذا اضافوا للنادي الاهلي اللي بيعمل اليقى البدنية عنده تمن تسع اصابات امامية وخلفية البيه اللي بيحلل عملنا ايه يعني لو اشتغل عند مش عارف مين في التحليل كان افضل من تحليل المباريات لانه لا يفقه شيء في تحليل المباريات ما شفناش الفرق اللي بياخد له 15 الف يورو ده ما شفناش الفرق في الملعب على المباراة المباراة ما هو ده الفرق مش فهلاوة مش كمبيوتر وسجل واعمل واللي بينفذ جوه الملعب وزي ما قلت اللي بيقول اضافت له الكرة المصرية بيلعب ب3-5-2 من قيم سيدنا الرجوز من 87 مستر فيس الله يمسيب الخير بقى اذا كان عايش اللعبة مصر كلها عنده منطخب مصر عنده عايز ايه تاني ايه المطلوب ايه المطلوب عشان تكسب فاعتقد ان ان النادي الاهلي ارجو يكون استوعب الدرس والناس اللي بتشجع بس ملاش علاقة بالكورة بالفنيات بي بي وده حقهم وزي ما انا مقلت قبل كده كتير انا بزعلش من حد ينتقدني او يشتمني او 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 لانه هو بيحب النادي بطريقته وانا بحب النادي الاهلي بطريقتي انا بفهم بفهم في الكورة وانت اكيد اصدق افاضل بتفهمه برضو لكن انت بتفهمه في الاهلي كسب والاهلي خسر بس لان احن نفهم فنيات زي ما قالت كابتن عصام عبد المانع من النهاردة فرده على زكريا ناصف او رده على الليسي بيقول له بس الجمهور قال له الجمهور ده يشجع احنا اصحاب مهنة فبالتالي يا كابتن عصام احنا برضو اصحاب مهنة زي ما انت ما قلت لابن ننتقد بننتقد علميا وفنيا وا 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 احنا لعبنا 15 سنة وبانا 20 سنة بنشتغل في المهنة ولا 25 سنة ف ربنا يوفق النادي اللي قال واسمعت خبر انه بيفكره في حسام البدر يا ريت والطقم ده يمشي بالكامل بقى كفاية يجي مدير كورة زو شخصية زي اللي كده كنا بنشوفهم رقبنا تخبط في بعض صالح سرين كان يماشي في الطرقة كنا نقوم نقف حسن حمدي من افضل الناس اللي اشتغلت فيها عبعزي عبد الشافي خطيب المرحوم من افضل الناس اللي اشتغلت سابط البطل كابتن عزة تبروس كابتن عبهاوب سليم يعني ما احترامي الشديد لاخونا الصغير ساد عبد الحفيز يعني ساد عبد الحفيز شغال موظف عند منو جزي لا علاقة ولا جمل ويمكن تسمعته ما عندوش فكرة ده مين فابيو جونيور ده المفروض المدير الكورة ده هو الليدر هو الليدر مدير الكورة لكن واحد ماشي حالك احجز اوتوبيسات وفنادق وطيارات بس لا يبقى ما يبقاش مدير الكورة بقى يبقى راجل اداري واي حد يخدم في اي حتة في النادي الاعلي ده شرف كبير لي لكن هذا الموضوع هيبقى بالتفصيل اللي قلته على مدار السنين اللي فاتت واللي قاله مبارح او النهاردة كابتن عصام وكابتن طه وكابتن زكريا ناصف